الإمام الشافعي أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس كما يقول تلميذه أحمد بن حمل ولد في غزة سنة 767 ميلادية قرشي هاشمي اسمه محمد بن إدريس توفي أبوه وهو صغير فعادت به أمه إلى مكة عند أقاربه كي لا يضيع نسبه الشريف حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة والموطأ وهو في العاشرة درس عند الإمام مالك في المدينة المنورة وتعلم العربية من هذيل وفصاحتهم جلية في شعره ونثره فقد ترك وراءه شعرا كثيرا في الحكمة يضاهي شعر المتنبي فيها بعيدا عن مذهبه الذي عليه ملايين المسلمين اليوم أسأل الله أن يجعل الجميع في ميزانه كان على المستوى الشخصي متوادعا دمت الأخلاق يحب الناس ويحبونه لم يتعصب لرأيه وفتواه على عظيم آرائه واجتهاداته وكان يقول وكان يقول إذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي ومن تواضعه على تراهي العلمي كان يقول عن كتابه الرسالة الذي دون فيه أصول مذهبي كلما قرأت الرسالة وقعت فيها على خطأ يأبى الله إلا أن تكون العصمة في كتابه أسس الشافعي علم أصول الفقه لهذا كان من الطبيعي أن يخالفه بعض معاصريه في بعض المسائل وبعض تلامذته أيضا ولكنه كان يرى اختلاف في الآراء رحمة وأنه لا يفسد للود قضية يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته للإمام الشافعي على لسنة الميده يونس بن عبد الأعلى اختلفت مع الشافعي في مسألة فقمت غاضبا وتركت حلقته وذهبت إلى بيتي فلما أقبل الليل سمعت طرقا على الباب فقلت من بالباب فقال محمد بن إدريس فتفكرت في كل محمد بن إدريس أعرفه إلا الشافعي فلم يخطر ببالي أن يكونه فلما فتحت الباب فجئت به فقال لي يا يونس تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة أما يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا فيها فرحم الله الإمام الشافعي ترجمة نانسي قنقر